شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في يوم الثامن عشر من ذي الحجة من العام العاشر من الهجرة وعلى مشهد من عشرات الآلاف من المسلمين عرق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله منبر مصنوعا من أقتاب الإبل وأخذ بكف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ليقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وآله اللهم وآله من وآله وعادي من عداه هذا الحديث كما يبدو يحتوي على مقطعين المقطع الأول يتعلق أولاً وبالذات بالعقيدة بالعقيدة والمقطع الثاني يتعلق أولاً وبالذات بالعمل لن كنت مولاه لن كنت مولاه فعلي مولاه هذا المقطع يتعلق بالعقيدة اللهم وآلماً وآله من وآله وعادماً عداه هذا المقطع يتعلق بالعمل وقبل أن نتحدث على نحو الإجمال حول هذين المقطعين لا بأس أن نشير إشارة عابرة إلى سند هذا الحديث لأن هنالك حالة كانت من القديم عند بعض الأفراد ولكن هذه الحالة في هذه العهود الأخيرة أخذت مدى أوسع وأكبر وهذه الحالة هي حالة محاولة إلغاء كل حديث يتعلق بعلي ابن أبي طالب وَبِأَهْلِ الْبَيْتِ وَبِأَهْلِ الْبَيْتِ وَبِأَهْلِ الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ كَأَنَّهُ أَكُوْ هُنَالِكَ طَوْقَ مَفْرُوظُ على كل ما يتعلق بأهل الْبَيْتِ فهناك حالة التشكيك في جميع الأحاديث في كثير من الأحاديث المأثورة هناك أحد العلماء المحققين وله موقع كبير في الدائرة الأخرى وتوفي هذا الرجل قبل أعوام يقال له الألباني هذا واحد من كبار نقاد الحديث وفيما أعلم في العقود الأخيرة لعله قل أن يوجد له نظير أو لا يوجد له نظير في الدراية بأحاديث الآخرين هذا الرجل له كتاب يحمل عنوان سلسلة الأحاديث الصحيحة وهذا الكتاب يقع في مجلدات ضخمة لعله ثمان مجلدات هذا يتعرض في كتابه المجلد الرابع صفحة ثلاثمية وثلاثين إلى هذا الحديث سلسلة الأحاديث صحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني من كبار علماء العامة ونقاد حديثهم تحت رقم ألف وسبعمية وخمسين يروي هذا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والموالاه وعاد من عاداه ويذكر أن هذا الحديث ورد من حديث زيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص وبريده بن الحصيب وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه وأبي أيوب الأنصاري والبراء بن عازب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد وأبي هريرة وعاد من عاداه يعني فيما ينقل الألباني عشرة من الصحابة رووا هذا الحديث بهذا النص من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والموالاه وعاد من عاداه طبعاً هذا الرقم المذكور هنا إحنا نكتفي في إثبات قضية شرعية بحديثاً واحداً صحيح يمكن هذه القضية الشرعية تترتب عليها مئات الملايين من المفردات الجزئية يعني حد واحد حكم واحد في باب العبادات أو المعاملات كم واحد يبتلى بهذا الحكم لعله عبر التاريخ يبتلى بهذا الحكم مليارات الأفراد هذا الحكم الذي يحتوي على هذه المفردات التي لا تعد إحنا نثبت بحديثاً صحيحاً واحد فكيف إذا كان عشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم علي بن أبي طالب صلى الله عليه وفيهم غيره رووا هذا الحديث بطرق صحيحة طبعاً هذا الرقم الذي يذكره هنا رقم متواضع بالنسبة إلى الواقع انتوا راجعوا الغدير العلامة الأمينة رحمه الله في كتاب الغدير ينقل أن مية وعشرة من الصحابة هنا ينقل عشرة ولكن العلامة الأمينة ينقل أن مئة وعشرة من الصحابة بما فيهم أبو بكر وبما فيهم عمر بن الخطاب وبما فيهم عثمان بن عفان وبما فيهم عائشة بنت أبي بكر هؤلاء جميعاً رووا هذا الحديث ولكن نحن يكفينا عشرة من الصحابة رووا هذا الحديث زيد بن أرقام زيد بن أرقام روى هذا الحديث وهناك خمسة الطرق تنتهي إلى زيد بن أرقام الذي يروي هذا الحديث سعد بن أبي وقاص ؛ يروي هذا الحديث وهناك ثلاثة الطرق تنتهي إلى سعد بن أبي وقاص بريدة يروي هذا الحديث وهناك ثلاثة طرق تنتهي إلى بريدة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يروي هذا الحديث وهناك تسعة طرق تنتهي إلى علي بن أبي طالب مجموعة الطرق التي يذكرها هنا 26 طريق تنتهي إلى عشرة من الصحابة سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال هذه الكلمات في غدير خم بعدين بحث مطول على مدى 15 صفحة يذكر في واحد واحد من هذه الطرق يقيمها من الناحية الرجالية ومن الناحية الدرائية أقرأ حديث واحد اللي يقول إسناده صحيح على شرط البخاري البخاري كان واضع شروط معقدة ومدروسة لصحة الحديث أو لرواية الحديث شروط معقدة ومدروسة يقول هذا الحديث صحيح على شرط البخاري يقول جمع علي رضي الله عنه هذا الشكل الكاتب صلوات الله عليه الناس في الرحبة علي ماذا كان يريد أن يقول ليش يجمع الناس ثم قال لهم أنشد الله كل مرئ كل مرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول بحذف وآله يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام كل واحد سمع ما قال النبي في غدير خم خليه يقول ليش الامام كان يقول هذا شنو كانت القضية مجرد قضية علمية كانت أو كانت تتعلق بواقع قائم أمير المؤمنين ينشد الناس أن يشهدوا فقام ثلاثون من الناس ثلاثين واحد وفي رواية فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده يعني أخذ النبي بيد علي بن أبي طالب صلى الله عليه فقال للناس دققوا هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي كأنه دا يشوف مو كأنه حتما دا يشوف يشوف المستقبل يشوف محاولات التشكيك والإنكار والمكابرة يقول هذه المقدمة يمهد هذه المقدمة ما هو موقعي فيكم أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم يا رسول الله قال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم والم والاه وعاد من عاداه عجيب تتمت الرواية قال فخرجت وكأن في نفسي شيئا كأنه مو كافي لهذا المقدار علي بن أبي طالب نفسه رسول الله وثلاثين واحد يشهدون يقرون بذلك ولكن مع ذلك هذا الراوي يقول في نفسي شيئ أكو ماكو فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إني سمعت عليا يقول كذا وكذا يعني صحيح كلام علي بن أبي طالب قال فما تنكر قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كاتب هنا الصلاة البترة يقول ذلك هذا الحديث صحيح قلته الألباني يقول وإسناده صحيح على شرط البخاري إذا فقط هذا الحديث كان عندنا هو هذا كان كافي في صحة هذا الحديث بعد ما يحتاج إلى خمسطعش صفحة بعد بعدين ينقل حديث يقول حديثه حسن صحيح بعدين ينقل حديث قلت وإسناده صحيح على شرط الشيخين بعدين ينقل حديث يقول وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين بعدين ينقل حديث يقول أخرجه الطبراني ورجاله ثقات بعدين يخرج حديث يقول قلته وإسناده صحيح بعدين يخرج حديث يقول رجاله رجاله رجال ثقات رجال البخاري كلهم رجال البخاري الموجودون الذين يروي عنهم البخاري غير أيمن وهو ثقته فإذن كلهم ثقات قلته وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين في حديث آخر يقول ورجاله ثقات في حديث آخر يقول قلته وهو صحيح بمجموع الطريقين عنه في حديث آخر يقول قلته وهذا إسناد جيد رجاله ثقات بعدين يختم الكلام يقول وللحديث طرق أخرى كثيرة كم طريق ذكر هناك كم طريق ستة وعشرين طريق تنتهي إلى عشر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله جمع طائفة كبيرة منها الهيثم في المجمع وقد ذكرت وخرجت ما تيسر ذي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقين هذا ليس واحد شيعي هذا واحد من علماء العام وإلا فهي كثيرة جدا وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد ابن عقدة كاتب كتاب مستقل في حديث الغدير بعض العلماء كتبوا كتابا في الكتب المؤلفة حول حديث الغدير كتاب مستقل على ما أذكر مئة وستين كتاب مكتوب حول حديث الغدير مئة وستين كتاب قال الحافظ ابن حجر منها صحاح ومنها حسان وجملة القول إن حديث الترجمة يعني هذا الحديث اللي دان ترجم إليه حديث صحيح بشطريه الشطر الأول من كنت مولاه فعلي مولاه الشطر الثاني اللهم والي مولاه وعاد من عاداه بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم نحن نضيف آله كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه وما ذكرت منها كفاية إهنا لا بأس شوية نتوقف وقفتين الوقفة الأولى يقول إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث أصلا موكو هشكل شيء من كنت مولاه فعلي مولاه وأما الشطر الآخر اللي اللهم والي مولاه وعاد من عاداه فزعم أنه كذب الأول ضعيف الثاني كذب ثم يقول الألباني وهذا من مبالغاته الناتج في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها تسرع أي حديث مربوط بعلي ابن أبي طالب بدون فحص بدون تحقيق يجب إسقاط هذا الحديث مع هذه الطرق الكثيرة المتواترة الصحيحة الحسنة هل هذا تسرع أو يعبر عن حالة معينة أكفت حالة ضد علي ابن أبي طالب عند بعض الأفراد كأنه علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه فد رجل غريب في البخاري علي ابن أبي طالب وجود مائلة نقلت لكم يمكن 30 حديث ينقل عن علي ابن أبي طالب هذا الملازم لرسول الله صلى الله عليه وآله حوالي 30 حديث له 29 حديث علي ابن أبي طالب كان حكم مدة من الناحية الظاهرية يجب أن تنقل عنه ألوف الأحاديث الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه له خطبة على ما أتذكر ابتدأت من بعد صلاة الفجر أو من طلوع الشمس إلى قريب الظهور 29 حديث 30 حديث كأنه محاولة لإخراج إلغاء أهل البيت صلوات الله عليه من الحديث من التاريخ من التفسير من الفضائيات من الراديوات من التلفزيونات من الجرايب من المجلات من البيت من المجتمع إلغاء علي بن أبي طالب على الأقل هو الخليفة الرابع ليش هذا الموقف تجاه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه طبعا القضايا هواي كثيرة الكلمات التي قيلت واحد أحيانا يشعر بالتحرج من نقل هذه الكلمات حول من هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية أيضا لا بأس أن ننقلها يقول الألباني أما ما يذكره الشيعة في هذا الحديث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نظيف وآله قال في عليا رضي الله عنه صلوات الله عليه إنه خليفتي من بعدي فلا يصح بوجه من الوجوه شوفوا فهذا عالم كبير كيف يحقق في هذه القضية الشيعة ينقلون طبعا مو الشيعة ينقلون السنة ينقلون أيضا هيكل ناقل هذا الكتاب في حديثه حياته محمد صلى الله عليه وآله في الطبع الأولى غيره نقل يقول فلا يصح بوجه من الوجوه أصلا النبي ما قايل علي خليفتي من بعدي بل هو من أباطيلهم الكثيرة من أباطيل الشيعة هذا كلام الألباني التي توفي قبل يمكن سس سنوات سبع سنوات أنا قرأت نعية في الصحوف والتجليل والتمجيد تمجيد عجيب التي دل الواقع التاريخي على كذبها شوفوا فدع عالم إشلون يريد يحلل هذه القضية يقول الواقع التاريخي كذب هذه القضية كما أنه إذا من كنت مولاه فعلي مولاه هاي إشارة إلى قضية الخلافة الواقع التاريخي يكذب هذا المعنى ليش لأنه لو فرض أن النبي صلى الله عليه وآله قاله لواقع كما قال لأنه وحي يوحى والله سبحانه لا يخلف وعده إذا النبي قائل خليفة من بعد وكلام النبي وحي يوحى والله لا يخلف وعده إذن ليش علي بن أبي طارب ما صار خليفة من بعد النبي هذا الكلام محل نظر وتأمس أكو هناك شيئان الشيء الأول التعيين الإلهي القضية الثانية قبول الناس بهذا التعيين هاتان منفصلتان قد يتحقق القرآن الكريم القرآن الكريم يقول هذا منطق موسى موسى عين هارون قال وقال موسى لأخيه هارون نخلفني في قومي أنت خليفتي وكلام النبي كلام الله الناس رفضوا ذلك إذن هارون مو خليفة الواقع التاريقي يكذب خلافة هارون لأن الناس ضربوه وعزلوه هذا منطق إذا واحد قال هذا المنطق شنو جوابكم التعيين الإلهي شيء وقبولوا الناس هذا التعيين شيء آخر بعدين الكل يعرفون كل المطلعين أن الله سبحانه وتعالى له إرادتان إرادة تكوينية وإرادة تشريعية إرادة الله التكوينية لا تتخلف عن مراده الله سبحانه وتعالى يريد بالإرادة التكوينية التي تتعلق بالأشياء أن الشمس غدا تطلع من المشرق هل إرادة الله التكوينية تتخلف عن مراده لا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هاي أي إرادة إرادة تكوينية الله تعالى له إرادة ثانية يعبر عنها بالإرادة التشريعية في القرآن أكو أن الله يريد أن يطهركم الإرادة التشريعية لا تتعلق بالفعل مباشرة يعني الله تعالى عندما يقول أقيم الصلاة إرادته لا تتعلق بالفعل حتى يقع الفعل مباشرة وإنما إرادته تتعلق بوقوع الفعل عن اختيار المكلف عن إرادة هاي الإرادة التشريعية يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقع الحاج أو الصوم أو الصلاة أو ما أشبه ذلك بإرادتك فإذا لم ترد ذلك إرادة الله التشريعية لم تتحق الله عندما يعبر في بعض الآيات أن الله تعالى يريد أن يطهركم هاي أي إرادة إذا واحد أشكل أنه التطهير لم يقع الجواب هذا التطهير مراد بالإرادة التشريعية مو بالإرادة التكوينين فإن نبي صلى الله عليه وآله عندما يقول علي خليفتي من بعدي أو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه هذه إرادة تشريعية يعني الله سبحانه وتعالى يريد ذلك يحب ذلك فس الأمة عملت بذلك أو لم تعمل كما لم تعمل الأمة بكثير من إرادات الله التشريعية الله سبحانه وتعالى ما كان يريد للأمة أن تثبت في أحد ليش كان يريد ذلك لأن الله أمر بالثبات ولكن الأمة خالفت إرادة الله التشريعية وفروا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد هرب هرب وترك الرسول فهذا الكلام كلام منظور فيه يقول بل هو من أباطيلهم الكثيرة التي دل الواقع التاريخي على كذبها لأنه لو فرض أن النبي صلى الله عليه وآله وآله مني قاله لوقع كما قال لأنه وحي يوحى والله سبحانه لا يخلف الميعات يقول وقد خرجت بعض أحاديثهم في ذلك الكتاب الآخر في جملة أحاديث لهم احتج بها عبد الحسين في المراجعات بينت وهاءها وبطلانها وكذبه هو في بعضها وتقوله على أئمة السنة فيها طبعا كتبوا كتاب رد المراجعات ثم بعد ذلك جمعوا هذا الكتاب لأن كل واحد كان يقرر المتن متن المراجعات بعدين يقرر الراد يقتنع بالمتن ولا يقتنع بالراد فجمعوه من الأسواق فبالنتيجة هذا الحديث حديث الغدير الذي أنكره بعض المتسرعين كما يقول هذا الحديث ثابت ولا مجال للشك فيه بأي وجه من الوجوه وهذا جزء مما أشرنا إليه فيما مضى جزء من الهداية التكوينية الإلهية لأنه مع هذا التعتيم الهائل حول علي بن أبي طالب لأجل هذا التعتيم منعوا رواية أي حديث من الأحاديث يمكن طوال حوالي ثمانين عام ممنوع أي حديث واحد ينقل عن النبي ليش حتى الأحاديث المرتبطة بأهل البيت لا تنقل لهذه الجهة مع كل هذا التعتيم واحد عندما يشوف مع القاتل مع التهجير مع الإرهاب الرجل كان يقال له إنه زنديق وكافر كان أحب إليه من أن يقال له إنه من أتباع أهل البيت لأنه الزنديق والكافر كان متروك في ظلة الكالحكومات وأتباع أهل البيت كانوا يذبحون ويقتلون مع كل هذا الجو مع كل هذا الإرهاب وصل إلينا من الأحاديث حول أهل البيت ما ملأ الخافقين إن شاء الله نتم الحديث في مبحث آخر وصل الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات ترجمة نانسي ترجمة نانسي